دعونا وذلك من أجل التخيل أن نفترض أنني كبيرة الإقراض المحلي وأنت بحاجة لأي دولار لأي غرض لإطعام أطفالك مثلا أو لتبدأ مشروعا أو تشتري سترة جديدة لأي غرض كان وأتيت إلي وقلت أنا بحاجة لأي دولار إنني بحاجة للاقتراض مدة سنة تقريبا وسوف أحصل على عمل جيد أو أن أولادي سيحصلون على عمل جيد وسوف أسددهم خلال السنة وأقول لك إن هذا يبدو جيدا وسوف أمنحك أي دولار بالسعر القليل أو بنسبة فائدة قليلة لمئة بالمئة من الفائدة السنوية فإذا اقتردت واحد دولار بنسبة فائدة مئة بالمئة إذا اقتردت واحد دولار لمدة سنة من الآن فأنا أريد أن تسدد لي ذلك وأريد أيضا مئة بالمئة من ذلك تلك هي نسبة الفائدة نسبة الفائدة عبارة عن النسبة المئوية للمبلغ الأصلي الذي اقتردته ذلك يسمى بالمبلغ الأصلي بالمصطلحات المصرفية بهذا المقدار أنا أخرضك المال إذن سيكون المبلغ واحد دولار هذا هو مقتردته وبالطبع عليك أن تسدد ذلك زائد مئة بالمئة فائدة واحد دولار تلك مئة بالمئة فائدة فائدة مئة بالمئة ولمدة سنة من الآن سوف تدفع لي المبلغ زائد الفائدة إذن سوف تدفع لي اثنين دولار حسنا أنت متهور تماما فتقول حسنا هذا جيد لكن لنرى أن تلك ليست أقل لنسبة فائدة ستراها أعتقد أن نسبة ضريبة الاتحاد الفيدرالي تبلغ تقريبا اثنين ونصف بالمئة أو ثلاثة بالمئة إذن بكل وضوح فإن مئة بالمئة ستجعل من أي قرد باهضا حسنا أريد أن أسدد هذا بأسرع وقت ممكن لذا تقول ماذا سيحدث إذا كان لدي المال خلال ستة أشهر حسنا أقول حسنا هذا معقول بالنسبة لستة أشهر بما أنك تقترضه فقط لنصف المدة سأخبرك ماذا ماذا يكون عليك أن تدفع بعد ستة أشهر خمسين بالمئة إذن هذا بعد سنة واحدة وان يير بعد ستة أشهر أريدك أن تسدد واحد دولار زائد خمسين بالمئة من الفائدة أي خمسين سنت تلك خمسين بالمئة والمنطق يقول أنه إذا منحتك مئة بالمئة فأنا أمنحك واحد دولار لتبقي المال سنة كاملة إنني سأمنحك فقط نصف المبلغ لتبقيه نصف سنة وبذلك بعد ستة أشهر سأتوقع منك أن تدفع لي واحد ونصف دولار هذا بعد ستة أشهر ومن ثم تقول حسناً إن هذا يبدو منطقي للغاية لكن دعينا نفترض أنني أريد إنني مجبر أن أدفع لك خلال ستة أشهر لكن في حال أنه ليس لدي المال خلال ستة أشهر هل ستبقى قيمة مديونيتي اثنين دولار خلال سنة؟ وسأقول لا هذا غير مقبول لأنني الآن أعطيك احتمالية أن تسدد باكراً وإذا سددت المال باكراً بالتالي يكون علي أن أجد طريقة حتى أستفيد منه بينما إذا سددت مالي فيمكنني أن أستفيد منك لسنة كاملة إذن ما أقوله هو إذا أردت ما عليك فعله هو أن تعيد اقتراض المال بعد ستة أشهر لمدة ستة أشهر أخرى إذن بدلاً من أن أدفع لك بدلاً من أن أمنحك خمسين سنت للستة أشهر التالية سوف أمنحك خمسين بالمئة للستة أشهر التالية هكذا يمكنك اعتباره في اليوم الأول تقترض مني واحد دولار في ستة أشهر تدفع واحد ونصف دولار وقد قررنا أن خمسين بالمئة كانت نسبة فائدة معقولة لمدة ستة أشهر لذا دعنا نفترض أنك بحاجة للمال لمدة سنة لذا سأعطيك خمسين بالمئة أخرى للستة أشهر التالية الآن هذه خمسين بالمئة أخرى ولن تكون ضمن المبلغ الأصلي الآن بعد ستة أشهر تكون مديون لي بمبلغ واحد ونصف دولار إذن بدأت الآن المدة التالية أن تقترضت مني مبلغ واحد ونصف دولار والآن سوف أمنحك خمسين بالمئة من ذلك أي خمسة وسبعين سنت أي لازالت نسبة الفائدة خمسين بالمئة لمدة ستة أشهر لكن المبلغ قد زاد لأنه عبارة عن المبلغ القديم زائد الفائدة القديمة وهذا هو مقدار مديونيتك الآن سأمنحك نسبة الفائدة على ذلك وبذلك يساوي اثنين وخمسة وعشرين بالمئة دولار لمدة سنة إذن انظر إلى ذلك وسوف تكون قادرا على أخذ هذا الخيار لتدفع باكرا إنني أحسبه بنسبة سنوية يبدو أن النسبة السنوية للفائدة مئة وخمسة وعشرين بالمئة لأن المبلغ الأصلي كان واحد دولار والآن سأدفع واحد فاصيل خمسة وعشرين بالمئة دولار بفائدة لذا ستدفع مئة وخمسة وعشرين بالمئة بنسبة سنوية إذن هذا يبدو سيء جدا لكنك كما أعتقد مضطر لذلك لذا ستوافق عليه وقد وضحت لك أنه شيء شائع بالرغم من أنه يبدو مربكا إنه يسمى بالفائدة المركبة وهي تعني أنه بعد كل مدة إذا كنا نقول أن شيء ما مركب مرتين في السنة فإنه بعد ست أشهر سنأخذ الفائدة للقيمة الجديدة لمديونيتك يمكنك أن تدفع لي ما أنت مديون به في تلك الفترة ويمكنك أن تعيد اقتراضه بنفس النسبة لمدة ستة أشهر أخرى لذا ستقول حسنا إنك تسحقيني قليلا لكني أحتاج المال لذا سأقبل لكن مرة أخرى كما تعلم بالنسبة للفائدة السنوية فإن مئة وخمسة وعشرين بالمئة تبدو نسبة سيئة كما تعلم أن خمسين بالمئة لمدة ستة أشهر ليست بهذه القيمة القليلة ماذا لو توفر لدي المال خلال شهر؟ هنا سأقول حسنا هنا اتفقنا بنفس المبدأ بدلا من أن أمنحك مئة بالمئة لكل سنة فسوف أمنحك هذه الرواية الأولى وهذه الرواية الثانية سأمنحك واحد تقسيم اثنى عشر من ذلك سوف أمنحك مئة بالمئة تقسيم اثنى عشر وكم يساوي ذلك؟ مئة تقسيم اثنى عشر يساوي ثمانية ونصف إذن أجل ثمانية ضرب اثنى عشر يساوي ستة وتسعين ومن ثم نحصل على واحد تقسيم اثنين هنا إذن سأقول الآن حسنا إذا أردت أن تسدد لي في أي شهر فسأمنحك ثمانية ونصف بالمئة لكل شهر ثمانية ونصف بالمئة ومرة أخرى يصبح هذا مركبا لذا دعونا نفترض أنك بدأت بواحد دولار بعد شهر واحد ستكون مديونا لي بمبلغ واحد دولار زائد ثمانية ونصف بالمئة إذن بعد شهر واحد ستكون مديونيتك من الواحد واحد زائد ثمانية ونصف بالمئة إذن زائد خمسة وثمانين بالألف ما يساوي واحد وخمسة وثمانين بالألف ومن ثم بعد شهر ستكون مديونيتك هذا زائد ثمانية ونصف بالمئة من ذلك أي ستكون واحد وخمسة وثمانين بالألف للقوة اثنين ويمكنك استخدام الرياضيات لإيجاد ذلك للقوة اثنين ثم بعد ثلاثة أشهر ستكون مديونيتك واحد وخمسة وثمانين بالألف للقوة الثلاثة وبعد سنة كاملة في الواقع ستكون مديونيتك واحد وخمسة وثمانين بالألف مرفوعة للقوة اثنين عشر ودعونا نرى ذلك سوف أستخدم الإكسل هنا دعونا نرى إذا كان لدي زائد واحد وخمسة وثمانين بالألف مرفوع للقوة اثنين عشر فأنت مديون لي باثنين فاصلة ستة وستين بالمئة دولار ذلك يساوي اثنين فاصلة ستة وستين بالمئة دولار وتقول حسنا هذا مقبول لأنه كم يساوي الآن مئة وستة وستين بالمئة تعتبر نسبة فائدة ناجحة وتذكروا أن كل ما أفعله أنني أركب الفائدة كانت واحد فاصلة خمسة وثمانين بالألف دولار وأعتقد أن ذلك منطقيا بالنسبة لكم وسبب تربيع هذا الآن هذا عبارة عن هذا المبلغ درب واحد فاصلة خمسة وثمانين بالألف الطريقة أخرى لتوضيحه أن هذا يعادل سوف أكتب بلون آخر إنه مساوي لهذا زائد فاصلة خمسة وثمانين بالألف ضرب واحد فاصلة خمسة وثمانين بالألف إذن هو واحد فاصلة خمسة وثمانين بالألف زائد فاصلة خمسة وثمانين بالألف مضروبة في واحد فاصلة خمسة وثمانين بالألف فإذا فكرتم بهذا إنه عبارة عن 1 ضرب 1.85 بالألف وهذا عبارة عن 0.85 بالألف ضرب 1.85 بالألف ثم يمكنك أن توزع يمكنك أن تأخذ 1.85 بالألف وتحصل على 1.85 بالألف ضرب 1.85 بالألف وهكذا دواليك إذن الآن في هذه الحالة إننا نركب الفائدة لقد قلنا أن الفائدة 100% لكننا نقسمها على 12 لكل شهر لكننا نركبها 12 مرة إذن بشكل عام ما هي الصيغة إذا أردت أن أركبها إن مرات إذن كم مرة عليك أن تدفع لي في نهاية السنة؟ حسناً دعونا نفترض أنني أريد أن أركب دعونا نفترض أنك تريد أن تدفع في كل يوم لديك المقدرة على أن تدفع كل يوم وأقول لك حسناً في كل يوم سوف أمنحك 100% بير دي يساوي وهي النسبة السنوية الأصلية مقسومة على 365 يوم في السنة لكنني سأركبها كل يوم إذن بعد كل يوم ستكون مديونيتك واحد فاصلة ما هذا العدد؟ دعونا نرى ذلك العدد هو 100 تقسيم 365 إذن 100 تقسيم 365 إذن 100 تقسيم 365 يساوي 27 بالألف بالمئة صفر إثنين سبعة بعد كل يوم ستكون مديوناً لي بهذا القدر ضرب اليوم السابق إذن بعد 365 يوم ستكون مديوناً لي بهذا مرفوعاً للقوة 365 حسناً لقد انتهى الوقت لذا سأكمل في العرض التالي إلى اللقاء